السلام حبيبتي وشح والكم ان شاء الله كامل لراكم مبخير اليوم نجيدكم فيديو جديد حصري اول مرة على قناتي حند لكم باذن الله كو دوبلو ويلا حبيدوا البصفة تبعوا معي الفيديو من الاول الاخير اللهم صلي وسلم على سيدنا محمد وبارك لنا فيما عطيتنا بسم الله الرحمن الرحيم اذا بالنسبة للمقادير وطريقة التحضير عندنا اول حاجة صدر الدجاج مطحون كما راكموا تشوفو ان يطحونون لديجا البوشي وفيها شوية عفيون ضعج هي وكي طحنوا لديجا هكا ثم تحتاجوا فقط صدر الدجاج وعندنا دجاج مدخن وشيدر ولوم مزاريلا وفرماسك اللي يجي تغتين ويجي مورق هذا ما نحتاجه لحد الساعة في الوصف في بداية الوصفة فقط اي الطريقة سهلة بزبزبزبزاف تصدقوني اللي بنا تغييرها هي سهلة وحتاج بزاف اضيافكم انزد الهنية التواب المعطنة ما بغيتش نكثر فيها جزي بيس بما يفسدش القطاع الكو دوبلو ما بغيتش نكارد الوصفة ايضا قلت لكم نتواب المعطنة شوية تحرور ونفعلو ثانيك شوية تحكركم ما حبيش قلت نكثر لازم لازم نكارد الوصفة ونفعلو بيانسيوغ شوية ملح هذا مادة لزي بيس كما لكم تشوفوا لبنات ويجي بزاف ابنين هذا ما ندير فيها كما رأيكم تشوفوا هذه الصدر التائرة شبه يوم خلط بفندرشي هكا كما رأينا للمون البوشي لغالب انزد مرسو صغير تعزب ده ونبقى انخلط بهجي ناطرية وخفيفة ما يجون شناشفين كما شايفين صدر الدجاج بالخفية نشف كما رأينا لازم دائما نزيد له كما تشوفوا مادة الأولى ثوم لحده قلت لكم لازم دائما نزيد له شوية زبدان ولا شوية الزيت بها يبقى ناطرية وما يولينا نشف بسكوستر ينشف هذا مكان بالنسبة للخالد أدرك نحكم من البلتاعة اللوح كما ندير فيه ندير فيه ندير فيه نفرجه كامل ونحكم نصنع بولة ينبول بهذا الشكل تكون شوية كبيرة في الحجم ونحطها من فوق ونبقى نحل فيها ننسيو نحلوها بالحلال سينو نغطي بهذه الطريقة باللعالية بالطريقة ونحل بيد ديها ونقول لنحلل بالحلال سيميور كما تحبوا طريقة كما تساعدكم ويجيكم فاصل ويجيكم سهل هي هذه المليحة تخرجي الشكل دائري لكن كل أخرى انتجام يتخرج لك الشكل لا يكون دائري وأبخي من نسقموها دائري ينسيو ماكسيموها أن الجواني بتاح نعدلوها نحو بالموس لا يكون لدينا أو لا هذا أمر اختياري لها أنا أريد أن نتقن ماذا يكونون بنفس الحجم وماذا يكونون متقونين في الخدمة ننسيو دائما أن نتقنوا خدمتنا بها تكون مناكلتنا كما يقول لك ما شاء الله نزيدو كما راكم تشوفو الدجاج المدخن ولا شرائح الدجاج المدخن ونزيدو ثني شرائح الجبن بتاعتين ولا أي نوع نقطعوه من الجوانب ما يخسرنا الشكل الفقوماج ومنقش هذا كل الحواشين نضعوه في الوسط ونزيد فرماج كما راكم تشوفو تحشيدر والمصدر إلى سيميو تضعوه في الوسط المؤسسسيال يكون فرماج طري ويتكسل نضغط فلج في الوسط بهذه الطريقة ونبلع لها دائما نضغط في الوسط ونبلع غير بشوية ونضغط الحواشي كما راكم بتشوفو هكا نضغط في الجوانب بغير هكا كما راكم تشوفو الناحي سيرو فال ونبقى نسوي فيها أبيدية ونزير فيها لازم نزيرها من الجوانب بها تتبلع لنا أبيد هذا مكان ونحطوها على جانب نخدم معكم واحدة 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 اخرى باتوضح لكم الطريقة أكثر بنفس الطريقة كما قلت نضغط العبول تانا ونسي نحلوها ثاني بنفس الطريقة تابع الخطوات كما تشوفو استعملتها مباشرة كم الحلال باتوضح لكم الطريقة نزيد شرائح ثاني ثاني ونزيد ثاني شرائح الجمل صدقوني يا لبنات والله ما رح تندموا ليها ويجي القتح هم كيما لكوردوبلو اللي يتباعوا على فكرة هنا اللي بيعهم هنا عندنا ما يجوش القتح هم تعصح نيشا بيا بالصح اني ذقتهم كنت سافرت لفرنسا اني ذقتهم وقليتهم تاع الخارج روعة هذوك القتح هم هذك نفسه ما كنتش اول دقته حتى هذي المرة كي صنحت هذو التوعي مش افتخار ولا بالصح حقيقة خرج القتح هم كيما هذوك بالضبط استرقاح في ذاك الدجاج المدخل واو صدر الدجاج ما دلوش التتبيلا تاع زيبز كافرين ولا تخلط بزاف زيبز فقط اندلوو زيبز شوية قسمان كما نقولو حنا ميجوه صامتين وما يجوش وكما راكم تشوفو راهم بنفس الحجم سي تقنس نحطهم بنفس الحجم اضروا واق نحطهم في المجمد يبردوا شوية باق يحكموا ونحطهم في العشواء بلوق ما ينحلون ناش ونقلبهم ونرمدهم بسهولة باقما نحطهم مش بزاف باقما يجمدن ناش الجبن وغير ذلك في نفس الوقت كما راكم تشوفو الخضراء بطاطا وزرودية ونحطهم أريد أن نفورهم فلق فورتهم في الكوكوت ولا في الكسكاس كما تحبوا وحطيتهم طابة واحد لأمان بار خمس ستقايا قديجة وطابة وهاهم بعد ما طابوا راكم خرج منهم ذاك الفور وصخون وحطهم قدامكم في البلاد بعد ما دلتلو البابي هاهم سخونين نحيتهم الكسكاس ونحطهم هاهم مرم طيبين بياه في نفس الوقت شكل التاحهم هاهم نحافظين عليه نزيد لهم برك شوية زبدة بعد ما نوزحهم ونزيد لهم ثانيك شوية توابل معطرة انا دائمين هاهم نخدم بيهم بوسك صحيين وخمن الحرور وكل شي اللغسي الماكسيمو بنخدم بيهم صحيين بزاف بزاف سقسوني على التوابل المعطرة هذو كفادانين بس لح مش مشكلة نحطكم ان شاء الله في الفيديو القادم باذن الله صورة على التوابل هذو بات استعملوهم كان بزاف اللهم يسقسون فيها كل مرة يقولوا لي شاد شاموهما ذا التوابل شاموهما كفادانين ما عرفنا همش انا وريهم لكم هاي اللي نجربوهم يا لبنانت وخلوه للفتاح عليق تحكم يتبعوا دي ساشي ويتبعوا ثانيك دي بوات انتوما ومقدوركم ويتبعوا شاق بصراحة تصار شي ويتبعوا كيف كيف لما يتبعوا ويتبعوا هذا المكان وحطيتهم في الفور يزيدوا وتحمروا أبيان ونعاوض نروح نخارجوا ونرى ومشاهدوا لم يتبعوا مجموة وحكمة ونضعوا لم يتحل ونقوموا لا يشتركوا ونقوموا بشكل ونقوموا نقلب عادي بسهولة بركش تهي لبنتك تطيبوهم في النار نقصوهم النار بها يطيبو لكم من الداخل بهذاك السطر الدجاج هذك يطيبو من الداخل وثانيك هذك الجبن يضوبو لكم بها هذا مكان هنا يصرف القلب لكم مزيدو لهم شو النار نقصو النار قسمة قدرو وماذا بكم تضيرو فيهم الزيت بها يطيبونا املح وضيبو من الجوانب كامل وبنفس الطريقة نكمل مع كامل الحبات وزيت دجاج رايح ما وقلت لكم ما تسخرونش الزيت بزاف ونقودوا نقول ما تسخرونش بزاف نارة خفيفة وديرو فيها لكوردو بلو هذه ليست وصفة عربية وصفة وصفة للغرب بصح ما شاء الله قوها روعية لابنت تصدقوها صدقوني عفون بل ما رحش تندمواليها جربوها وخلووا لي في كومنتر إلا أجبتكم ملالال كما رحش تندموال لا يوجد غزية نقودهم يدفعوا نقود ملال نقود طبو روعة شوفوا اللون التحوم الشكل التحوم خرج هاي وفي نفس الوقت طبتنا الخضرات اني حطيتها اكوتي شبه بها في البلا شوفوا شوفوا ديش هذك الجبن خرج و روعة هذك الجبن خرج بسف شباب ان شاء الله يجبكم الفيديو تعالى اليوم و لا تنسوش لا تنسوش ادروا لي جمل الفيديو وابوني لعشان وعفوا لا تنسوش ديامن نفكركم فعلوا الجرس ثم فعلوا الجرس ثم فعلوا الجرس بعد ما ادروا ابوني باقي الحقكم اي جديد ونحل الحبة امامكم كما راكم تشوفوا الجبن را فيها ديجا ما شاء الله لبنات هلا فشبهكم ونتلقوا في فيديو جديد بإذن الله يا ربي اشتركوا في القناة 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 اشتركوا في القناة